حالة التخصي أنا كنت قلت لحضراتكم والكلام اللي قالته هاية الأرصاد الجوية وده اللي بيأكده الوقت للارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ممكن لبعض يقول طبما الجوة لسه سقعة بس يعني قرروا أنه النهاردة بالأيام اللي فاتت لا أفضل درجة الحرارة الوقتية تقريبا في حدود 12-13 اليومين اللي فاتوا كان بتوصل لستة وسبعة والكلام ده كله وإن شاء الله الأيام اللي جاية تلاقوا الجوة هي بأفضل وعلى فكرة الصبح الشمس كانت لطيفة يعني بس البيوت ساقعة وي لسه لسه شربة يعني أرطوبة جامدة مهم ربنا يدفل قلوبكو كمية يعني طيب نبدأ مع بعض من مكان أنا شخصاً كنت منتظره بفارغ الصبر عشان وانتوا بتعدوا كده من فوق كبري أكتوبر أو 15 مايو وببصوا عليه شكله حلو وأخيراً المرحلة الأولى منه انتهت وهيتم افتتاحها وهو مامشا أهل مصر مامشا أهل مصر المرحلة الأولى بتمتد من كبري أمبابة لحد كبري 15 مايو بطول تقريباً كيلو و800 متر يعني آه كيلو و800 متر وهمية المشروع ده انه معمول مش مجرد كورنيشو خلاص لها هو معمول انه هو يبقى متنزه يعني فيه أماكن جميل جداً موضوع الدرجات ده طبعاً ده من الحاجات الجميلة بالإضافة إلى حلاوة الدزاين اللي معمول بالمكان وانه بيشمل بقى العديد من الأنشطة والأماكن الترفيهية والثقافية والرياضية والتجارية والسياحية والخدمية ومصر احترفيه وأماكن معمول حساب أماكن لانتظار السيارات والمرسى النهري للمراكب السياحية ومناطق خدمات مكشوفة وبيضم طبعاً مجموعة من الكافيهات والمطاعم المحلية والعالمية وبالتالي هو معمول عشان يكون متنزه للأسرة المصرية الشباب والأسر يقدروا أن هم يروحوا هناك يخرجوا ويبسطوا وانتوا حضراتكم دلوقتي بتشوفوا يعني بعض الصور لا الحقيقة شكله جميل شكله جميل وعبال بقى بقى المراحل إن شاء الله فالنهاردة بإذن الله يعني غداً يكون الافتتاح الرسمي للجمهور وهتبقى فيه فعاليات بدءة من النهاردة وتستمر بكرة والمدة الثلاثة أيام إن شاء الله عشان تستمتعوا بهذا المكان الجميل ولضمان وده أهم حاجة حلو إن احنا نطور بس المهم نحافظ بقى على التطوير ده ومن هذا المنطلق على المحور اللي ليه علاقة بأمن كل الزائرين وسلامتهم ففيه شركة أمن مسؤولة عندها المحور الثاني المهم جداً هو إنه علينا مسؤولية أرجوكم نحافظ على نظافة المكان عشان يفضل بحلوته وبجماله زي ما احنا شايفينه لكن في نفس الوقت كمان المكان الممشى كله محاط بكاميرات مرأبة وكاميرات المرأبة دي أتمنى ما تبقاش بس لبعد أمني للحاضرين إنما كمان لبعد ليه علاقة بضمان استمرارية نظافة المكان ده بعد مهم أولي المرحلة التانية خليني أبشر حضراتكم المرحلة التانية إن شاء الله من الممشى المفترض إن هي تمتد من كبري 15 مايو وصولاً إلى كبري أصر النيل ومن كبري مبابة لحد كبري الساحل وهذه المرحلة التانية مش بدأ العمل فيها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لا العمل فيها مستمرة بقاله فترة وطبقاً يعني لتصريحات المسؤولين إنه تقريباً تم إنجاز 80% منها وإن شاء الله افتتاح المرحلة التانية يبقى في 30 يونيو القادم بمشيئة الله اشتركوا في القناة